السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني الكرام ان شاء الله تكونوا بخير وسلامي اخواني اه موضوع اه معرفة او تحديد قيمة المكثف لاي محرك واحد فاز اه طبعا موضوع اه يعني كثير بننسأل عنه وكثير اه يعني انا بالنسبة لي كثير بيجيني اسئلة عنه معينه انا صورت فيديو في السابق عنه لكن قد يكون انه انا نسيت بعض النقاط او شيء اه بدي انا احاول اختصر الموضوع في هذا الفيديو اه يعني اخليه بشكل مختصر اه كامل وان شاء الله انه يكون سريع اه اخواني اول شيء بدنا نفهم شغلة بدنا نفهم انه اه احنا عنا محرك ما بنعرف او ما مش موجود معه مكثف بدنا نعرف اه قيمة المكثف اه اولا سيبك من الحسابات وسيبك من هاي الامور لانه اه الحسابات شغلة طويلة ومعقدة شوية ممكن انه انت تتغلب فيها وما تقدر اه اه يعني تعرف تحسبها وتعرف تعملها اه انا بنعطيك طريقة عملية سريعة عندك بالورشة انك تقدر تعمل هذا الامر وتكتشف القيمة المكثف المطلوبة اه بشكل اه جيد ونسبة اه 95% تقريبا الى 100% اه وبطريقة سريعة الان هي الامر بيعتمد باكثر شيء يعني على اه خبرتك او على معرفتك في المحركات اللي انت لفيتها في السابق يعني مثلا اه احنا متعودين انه احنا مثلا لف المحرك الواحد احصان مثلا اه بكون معاه بالعادة مكثف اه اه 20 ميكرو فرد او اه 16 ميكرو فرد يعني ما بين ال16 الى العشرين ميكرو فرد اه طبعا فيه جدول بيحدد لك اه قيم المكثفات لكن بصراحة انا طلعت عليه الجدول اه يعني بصراحة فيه اخطاء هذا الجدول وانا ما عجبني نهائيا لانه فيه عندك اه قيم للمكثفات خاصة اثنين احصان ثلاث احصان اه قيم يعني كبير جدا جدا على الحسيت انه اه ما بتنجح في المحركات وممكن سبب في حرقة بعد فترة قصيرة لان المحرك رح يصير يحمى ويسخن اذا كان المكثف كبير عليه طيب الان احنا بدنا نشوف طريقة عملية وسريعة ان شاء الله على كيف نحدد قيمة المكثف طبعا انا رح ابقى نزل لكم فيديو اخر اه بتصير انت اه تحدد قيمة المكثف بدون حتى بدون هاي الطريقة اه باعطيك انا زي جدول صغير بعمله انا عملته يعني خلال خبرة السنوات اه انه اه مثلا محرك واحد حصان بحتاج بمكثف من كذا لكذا لكن الافضل منه على قطر سلك التقويم انت بتقدر تحدد قيمة المكثف المطلوب بناء على اه قيمة سلك او قطر سلك التقويم تستطيع تقدر او تستطيع تعرف قيمة المكثف المطلوب الان احنا خلونا هاي بابقى اصورها ان شاء الله الان خلونا احنا نشوف هذا المحرك مثلا انا عندي هذا المحرك واحد حصان طبعا انا الفيتو اخرجت له اسلاك مع مفتاح طرد ومع مكثف لحظي اه طبعا هو تقريبا هو حصان يعني مش مكتوب عليه قديش قيمة المكثف 75% كيلو واط مش مكتوب عليه قيمة المكثف لا اللحظي ولا الدائم لكن اجاني مع مكثف لحظي بدون مكثف دائم طبعا انا اللي خلاني احدد ممكن تقول يعني حتى لو هاي مش موجودة مثلا اللي بتحمل المكثف ممكن تقول انت طب ممكن هذا المحرك بشتغل بدون مكثف لحظي الان انا اللي خلاني اقدر اقرر يعني انها سر رح اشغلكم اياه ورح انقس الامبير ونشوف اه الان لما شغلت وانا بدون مكثف دائم سحب حوالي تقريبا اربعة امبير الى اربعة ونص امبير طبعا هو مكتوب عليه خمسة امبير خمسة ونص خمسة واثنين بالعشرة امبير فانا لما شغلت وبدون مكثف فسحب معاي اربعة ولا اربعة ونص امبير هذا الامبير بدون حمل كثير يعني يسحبه محرك هذا المحرك لازم يسحب تقريبا اثنين اثنين ونص امبير فقط مش اكثر لكن لما نسحب اربعة ونص امبير فهذا بدل الامبير العالي انه لازم يكون موجود مكثف دائم طب ليش سحب امبير عالي بدون مكثف دائم لانه ملفات التقويم فصلت عن الدائرة والان المحرك بشطل على ملفات التشغيل فقط بدون مكثف دائم بشطل على ملفات التقويم فقط عفوا على ملفات التشغيل فقط وملفات التقويم خارج الدائرة في هاي الحالي لما نكون ما فيه مكثف اما لم يكون موجود مكثف بيكون مدخل مع ملفات التقويم وبالتالي بنزل الامبير ملفات التقويم بتساعد في الحمل فبينزل الامبير الى القيمة المطلوبة ما بعرف ما في داعي انه يشغلها لكن احنا خلينا نحاول انه نشوف مثلا احنا قدرنا هذا احصان تقريبا احنا منقدر انت بتجيب اي يعني لو ما قدرت حتى تقدر جيب اي مكثف انا رح اعطيك طريقة اه اتحققها رح اعطيك شروط اتحقق هاي الشروط اذا هاي شروط اتحققت معك اذا هذا هو المكثف المناسب الشرط الاول الشرط الاول الاقلاع الجيد الاقلاع الجيد طبعا في محركات اللي فيها اه مفتاح طرد ما رح انت رح تعرف لانه الاقلاع رح يكون عن طريق اه مكثف اللحظي فرح يكون الاقلاع قوي فانت ما رح تقرر هذا الشرط ما رح ينفع معك في المحركات اللي فيها اه مفتاح طرد لكن المحركات اللي ما فيها مفتاح طرد ولا مكثف اللحظي لازم يكون الاقلاع تباح جيد او قوي الشرط الثاني المحرك ما يسخن الشرط الثاني المحرك ما يسخن يعني انت بتشغله عندك على الطورة في الورشة ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة المحرك ما يسخن وطبعا خاصة اذا انت شكيت في الموضوع انه المحرك سخن بدك تحدد شو اللي سخن ممكن تفكر لك غطى وتشوف مين اللي سخن اكثر ملفات التقويم او ملفات التشغيل رح تلاقي ملفة إذا كان المكثف كبير رح تلاقي ملفات التقويم هي اللي سخنت عندك فإحنا عندنا شرطين أول شيء شرط الإقلاع القوي الشرط الثاني اللي هو المحرك ما يسخن الشرط الثالث إنه يكون المكثف بعد ما ركبه انقيس الفولت على المكثف يكون أقرب شيء إلى 220 مع تحقيق الشرطين الأولينيات يعني الشرط الثالث لازم يتحقق قبل الشرطين الأولينيات بعدين يتحقق الشرط الثالث الآن بيسألني واحد بيحكي لي أنا حطيت مكثف وخليته الجهد اللي عليه 220 ظلتنا أنزل في مكثفات في قيمتهم حتى وصل إلى 220 وشغلته لكن ضعيف وميت ومش قادر يقوم بالحمل ولا قادر لا لا أنت ما حققت الشرطين الأولينيات بدك تحقق الشرطين الأولينيات اللي هم الإقلاع القوي اثنين المحرك ما يسخن ثلاث إذا يعني هذا الشرط خلونا نحكي أنه لازم يتحقق بعض الشرطين الأولينيات إذا المحرك أقلع بإقلاع كامل وما سخن إذا كان عنا احترنا بين مكثفين واحد مثلا بقيس قسنا البولت عليه 250 والثاني قسنا عليه 220 والمكثفين حققوا الإقلاع الكامل وعدم سخونة المحرك لا باخذ اللي قاس بولت أقل اللي هون 220 فأتمنى تكون واضحة هاي النقطة أنه يعني أنا ما أحط أنه لازم يكون القريب على 220 شرط أساسي لا لازم أحقق الشرطين الأولينيات اللي هم الإقلاع القوي وعدم سخونة المحرك بعدين أشوف المحرك أو المكثف المناسب اللي بكون أقرب للمتين وعشرين ممكن أنا أحقق إقلاع قوي وعدم سخونة للمحرك وقيس الفولت ألاقيه 300 فولت ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة أصلا المكثف مكتوب عليه 400 بكون 400 فولت 450 فولت و 500 فولت مكتوب عليهم يعني بتحمل أقصى درجة ل450 فولت أو 500 فولت هذا المكثف فإذا قاس معك 300 فولت ما عندك مشكلة لكن إذا كان إنت احترت بين مكثفين واحد منهم أقرب للمتين وعشرين واثنين أعطونا نفس الشرطين إقلاع قوي وعدم سخونة فإحنا بنأخذ اللي كان جهده أقل اللي خسنا الجهد عليه أقل أقرب للمتين وعشرين فأتمنى تكون وضحة هاي الموضوع هاي الشرطين لازم نحققهم هاي ثلاث شروط عفواً لازم نحققهم الآن أنا عندي مثلاً هذا المكثف 16 مايكرو فرد معرفش هذا واضح عندكم الآن طبعاً هنا عندي أنا ما رح تحقق الشرط الأول أو هو متحقق وجاهز لأنه أنا عندي مفتاح طرد ورح يكون الإقلاع قوي أصلاً وما في أي مشاكل خلوني أنا ورجيكم بس الأمبير بدون المكثف هاي الأمبير بدون المكثف لاحظوا إقلاع قوي أمبير بدون مكثف أنا أعطاني أربعة واحد بالعشرة أمبير بدون مكثف لاحظوا المحرك صوته يعني زي اللي عالي شوية الآن إحنا خلونا نحط المكثف 16 وصلنا المكثف 16 الآن الآن خلونا بس نقيس الأمبير قبل أول قبل ما نقيس الفولت لاحظوا الأمبير نزل اثنين ونص اثنين واربعة الأمبير لاحظوا قداش نزل نزل الأمبير ونص يعني تقريبا الثلث أو أكثر شوية نزل على مكثف 16 الآن منقيس الفولت نقيس الفولت على المكثف الآن أعطاني 320 321 بولت على 16 321 بولت على 16 الآن أنا عندي هذا 20 عندي هذا 20 لو نقيس الأمبير لاحظوا 2 و 1 بالعشرة نزل شوي الأمبير كان 2 ونص قبل شوي ولو نقيس البولت 330 330 330 330 نجرب على مكثف الثلاثين 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 أو ثلاثمية وواحد وثلاثين الآن المكثفين برأيي أنا مناسبات ببقى أني أشغل عليهم اثنين وأشوف الحماوة اللي موجودة في المحرك بعد نصف ساعة من التشغيل طبعا الأفضل أنا برأيي أنه نحط بما أنه في مفتاح طرد لاحظوا هاي المعلومة بما أنه في مفتاح طرد بفضل نحط المكثف الأصغر اللي هو الستعش على أساس أريح للمحرك وأهدى للمحرك لأنه قام المحرك أهم شيء في المحرك نحن لازم نفهم أهم شيء بالمحرك بداية الإقلاع بداية الإقلاع يعني المحرك إذا أقلع بشكل كامل خلص بقوم بالحمل ما في مشكلة بقوم بالحمل بظل أنه إحنا نشوف السخونة سخونة الملفات بعد ما يقوم بالحمل لكن إحنا بما أنه راح نشغل عليهم إن شاء الله وما في أي سخونة فإحنا نختار المكثف الأقل المكثف الأقل لأنه جهده أقل البولت خاص أقل والمحرك ما بدي يسخون عليه فإحنا على أساس المحرك يكون مرتاح بالشغل أكثر فبنحط مكثف الأقل اللي هون مكثف السطاش وهذا أنا برأيي وهي على حسب التجارب اللي إحنا شفناها بالسانوات السابقة وهي هي الطريقة إنه تكتشف كيف المكثف المجهول للمحرك الواحد فاز خليني بس أعدلكم الشروط أول شي الشرط الإقلاع القوي الشرط إقلاع قوي الشرط الثاني عدم السخون يعني بالترتيب لازم تكون أول شي إقلاع قوي اثنين عدم السخونة عدم سخونة المحرك الشرط الثالث يجب تحقيق الشرطين الأولى نيات بعدين نحقق الشرط الثالث إنه يكون أقرب شي للمتين وعشرين لو كان أقرب شي للمتين وعشرين هو ثلاثمية وخمسين وولت ما عندك مشكلة لو كان أقرب شي للمتين وعشرين هو قسنا لقنا أربعمية وولت لكن حقق الشرطين الأولى نيات إذا ما عندك مشكلة لأن المكثف تحمل لغاية أربعمية وخمسين وخمسمية وولت ما عندك أي مشكلة لكن هذه الشروط لازم نحققها عشان نعرف إنه هذا المكثف هو المكثف المناسب للمحرك وبالتالي أنا يعني عندي هذا المحرك بدي أحط له مكثف 16 مايكرو فرد وإن شاء الله أنا ببقى نزلكم فيديو كيف تقدر تحدد المكثف بالضبط بناء على سلك وقطر سلك ملفات التقويم رح أحاول أعمل فيها جدول إن شاء الله ورح نزل إن شاء الله بالتطبيق كمان وهذه إن شاء الله تستفيدوا من المعلومات وأسف على الإطالة لكن كان لابد منها ولا تنسوا أبصيكم دائما أبصي نفسي صرواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته